فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فهذه الأمة مثل الأمم السابقة من بقي منها على الحق فإنه ينجو ومن خالف الحق فإنه يهلك والهلاك يختلف كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إما لظلالها وإما لفسقها وإما لكفرها فكونهم في النار لا يدل على كفر الجميع بل يدل على أنهم كلهم في النار لكن منهم من يكون في النار لأنه كافر مخلد فيها ومنهم من يكون في النار لأنه مرتكب لكبيرة من كبائل الذنوب ومنهم من يكون في النار لأنه عاص معصية دون الكبيرة وكلهم في النار بحسب مخالفاتهم وبحسب ظلالهم المهم أن الفرقة عذاب وهذا معنى ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا ابن أخي الفرقة شر لا شك أنها شر وأنها عذاب فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر خبرا معناه التحذير